بكم مشاهدين إلى جولة الصحافة وأبرز اهتمامات الصحف العربية والأجنبية الصادرة اليوم البداية ستكون بصحيفة العرب الجديدة التي نوهت في اليوم العالمي للمرأة بأهمية دعم نساء ليس فقط عبر التعليم ولكن أيضا من أجل استكمال المسيرة العلمية والسماح لهن باحتلال المناصب القيادية لذلك ارتأى صاحب المقال أن يعنونه مهمشات في يومهن واستند الكاتب لدراسات وإحصاءات تشير إلى أن تاريخ وصول المرأة إلى المراكز العليا لم يبدأ قبل عام 1990 في المقابل تظهر دراسة عديدة أن نسبة تخرج النساء من الجامعات تضاعفت بين عامي 2000 و2020 ووصلت إلى أكثر من 60% حيث تمكنت الكثير منهن من استكمال دراستها العليا في العديد من الدول العربية ورغم ذلك تبقى نسب شغل المرأة للمناصب في المؤسسات التعليمية العليا منخفضة نسبيا إذ لم تتجاوز السبعة في المائة صحيفة الشرق الأوسط كتبت في افتتاحيتها صواريخ إسرائيلية تشل مطار حلب حيث تعرض مطار حلب الدولي إلى قصف عنيف أخرجه عن الخدمة وقالت وزارة النقل السورية إنها قررت تحويل هبوط طائرة المساعدات الإغاثية المرتبطة بالزلزال إلى مطار دمشق كما أفد مصدر آخر بأن الهجوم العنيف من قبل الاحتلال تسبب في أضرار مادية كبيرة الصحيفة وصلت بالقول إن وزارة الدفاع الخارجية السورية اعتبرت في بيان أن الاستهداف الصهيوني يعد جريمة مزدوجة كونه استهداف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدة الإنسانية من داخل سوريا وخارجها إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي الدستور الأردنية تطرقت إلى مخرجات مجلس الأمن الدولي بشأن السودان وعنونت مجلس الأمن يناقش في السودان الاستقرار في جنوب البلاد مشاهدين المقال أفاد بأن مجلس الأمن الدولي نقش الوضع في جنوب السودان حيث اطلع الأعضاء على الإحاطة التي قدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم الذي رحب فيه بإحاطته حول التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق السلام فضلا عن بيانها الواضح أنه لن يكون هناك مزيدا من التمديدات للجداول الزمنية الواردة في خارطة طريق المتفق عليها وتبع الكتب أن سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة صرح أمام مجلس الأمن بأن فترة التمديد لمدة 24 شهرا بدأت قبل عشرة أيام ما يمثل فصلا جديدا في رحلة نحو سلام واستقرار دائمين الصحيفة البريطانية تايمز نشرت مقالا بعنوان رئيس وزراء بريطانيا يعتزم إصدار قوانين جديد بسبب الهجرة الغير شرعية وحيث قال ريتي سوناك أن الأوضاع الخاصة بالهجرة غير الشرعية من بين أهم خمس أولويات لصالح البلاد حيث توعد بتسريع سن القوانين لوقف وصول قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الأبد كما أشار إلى أن هذا الأمر لا يمكنه أن يستمر لأكثر من ذلك وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان التي تتبع نهجا حازما في الموضوع قالت لصحيفة ذسان بأن الإجراءات ستكون بسيطة من حيث مبدأها وتطبيقها فالطريق الوحيد للوصول إلى المملكة المتحدة سيكون طريقا آمنا وقانونيا صحيفة الفيغارو الفرنسية عادت للحديث عن الإضرابات التي تعم أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون حيث أعلنت الداخلية الفرنسية مشاركة أكثر من مليون متظاهر أمس بينما أعلن الاتحاد العملي العام لمشاركة ما يزيد عن ثلاثة ملايين متظاهر وأدت الإضرابات والاحتجاجات التي شارك فيها مئات ألف المتظاهرين في عدة مدن إلى تعطل حركة النقل وإغلاق بعض المدارس وتوقف شاحنة الوقود وبحسب الصحيفة فقد تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر مواعيد العبارة البحرية كما ألغت شركة السيكك الحديدية 80% من الرحلات المحلية مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا نفس الموضوع مشاهدنا تطرقت إليه الصحيفة الفرنسية الأخرى للموند التي عنوانت المتقاعدون يدعون إلى إضرابات قابلة للتجديد حيث سيشهد الأسبوع الرهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح في حين تعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد القادم وعلى التصويت عليه في السادس عشر من الشهر الحالي في مجلسي البرلمان الفرنسي كما ترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وأغلبية كبرى من الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي البند الأساسي في هذا الإصلاح والقاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة